احسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول هل الابتلاء في هذا العصر للأمة هو نتيجة للإفتراق في الدين وظهور البداع الابتلاء قديم مع الخليقة منذ خلقها الله الابتلاء موجود والامتحان موجود وهو خاص بهذا الزمان فهو مستمر ليميز الله الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب نحن ما نعرف المحق من المغطل إلا بالابتلاء والامتحان حينما تأتي الفتن يظهر المحق من المغطل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله بينما المنافقين لما رأوا الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة عياذ بالله فما هو بالابتلاء والامتحان الجديد وإنما هو قديم حكمة من الله لأجل يتميز المؤمن الصادق من المنافق نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة